من أدعية القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام وما أجمل أدعية الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا مثل الله بقلب سليم رب هب لي حكما علما أعرف به الحلال والحرام والحق والباطل السنة والبدعة حكما هبني حكما أعدل به بين الأنام إذا حكمت الأب يحكم بين أولاده المدرس يحكم بين طلابه والقاضي يحكم أنت ما تخلو من أحوال تحكم هب لي حكما وألحقني بالصالحين ممن أنعم الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ثناء جميلا وذكرا حسنا يثنى علي به ويقتدى به في الخير وحصل لإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة يأتم به الناس وتركنا عليه في الآخرين سيرة موجودة مذكورة غير خافية يعرفها الناس يأخذ من الدروس العبر يقتدون بالخليل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين قال واجعل لي من ورثة جنة النعيم أهل الجنة التي يورثهم الله إياها ولا تخزني يوم يبعثون بالفضيحة وعذاب النار يوم لا ينفع مال ولا بنون لمنعط الله بقلب سليم من الشبهات والشاوات المحرمة من أدعية القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم هذه من أدعية التابعين يدعون بها للصحابة وأدعية المؤمنين يدعون بها لكل من قبلهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون في الإيمان وهذا الدعاء لتنظيف القلب من الشحناء والإحن والبغضاء للمؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذي في قلب غل على الصحابة فإنه ليس بتابع بإحسان بل هو مجرم يستحق أخذ الله له من أدعية القرآن دعاء آدم حواء ربنا ظلمنا أنفسنا في إقرار واعتراف الله يحب هذا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي الله يحب الاعتراف بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا يتضمن الطلب يتضمن الطلب أن يغفر الله له ونختم بدعاء من أدية القرآن وهو دعوة امرأة فرعون رحمة الله عليها ابني لي عندك بيتا في الجنة اختارت الجار قبل الدار ابني لي عندك بيتا في الجنة معظم الدعاء وبالجوار تغلو الديار وترخصه والجار أهم من الدار في كثير من الأحيان فإذا كانت الدار في جوار الكريم الغفار كيف تكون فلا إله إلا الله ما أعظمها من دار في جوار العلي الغفار سبحانه وتعالى اتنسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا أستودعكم سبحانا وتعالى وهم أستودعكم